موزيك الفم تبع الموشة خمسة على عشرة أحلى سباح خمسة على عشرة سيمو حامد علي سباح الخير ومرحبا بك مرحبا بك البرح حتينا صنداج على الصفحة متاعنا في موزيك وسألنا التوينسة عندكم نية لبش تقضيوا أيامات في نزل في تونس أكثر من 4300 شاركوا في الصنداج متاعنا وكانت النتيجة أنه التوينسة 65% من اللي شاركوا قالوا ما عنديش نية بش نمشين لأنه الأسعار مرتفعة برشا و23% قالوا ما همش ماشين على خطر الخدمات يعني ما تشجعش للمشين التوينسة يتشكي وشفت حتى الناس كيفش تقبلوك هوني في موزيك قالوا لك علش ما تشاجعونيش بش نمشي للسياحة التونسية إذولي أنتي الميون البلوز أمبورتان ممثل يوكالية الأسفار ما بين السائح التونسية هوني اليوم اللي نحكيو عليه نحكيو على السياحة الداخلية وأن نزل التونسية تشكي وقالك الأسعار مرتفعة وعدتونا ولكن مفتوش بالوعد مزيلوا الأسعار غالية برشا شكرا نتفهم نتفهم الرائم تاعة التوينسة اللي شاركوا في الصنداج هذا كوكو سنرفلت با 100% لرياليتي خاطر أنا مثلا قبل ما نجيك عملت صنداج حتى أنا ونفو ديز أجنس دفواج بش نشوف الإقبال أكد لك اللي الإقبال لبس به على وكلة الأسفار وعلى السياحة الداخلية بصفة عامة لكن نفهم زادا اللي تونسة باللي يعملوا الوطلاجية وباللي يسعى وليز أجنس دفواج بش ينصحوهم شنوما الكاتيجوري دوتالي اللي يزم يمشيوهم على حسب اللي بيجي متاحهم تقعدين ما فما الفلستراسيون تاعة الوطلوري غالية وكايني ولد فوبي فوبيا ما نقبل ما يمشي وما قبل ما يشوف راو غالي ناخدوا مثال قسيط اليوم فما كاتيجوري متاع أربع نجوم ولا انكلوزف يعني كل شي داخل تتباع تقريبا في حدود 100 دينار احنا بالنسبة لنا في المهنيين نعتبروه سو مرخيص لانه في شهر جويل لوقت نورم المول المياه حقها مئتين دينار فسي المو أقل شي مئة وثمانين دينار لكن التونسي تاخذوا هو كوبي وتزيد مع زوز غار بشكلف له اللي لتقريبا في 300 دينار تضربها في السبعة اللي يعني هنا فما مشكلة بفورداشة وفما مشكلة أخرى هي أنه التونسي ما زال ما بدايش يبرمج يخطط للصيف متاعه لكي الجمعة الأسبوع الراحة متاعه ويحط فلوسه دي كوتي يحضرها لكي ما يلقاش فلوس مهاش مبرمج ونعرف وحنا صيف ورمضان خارجين من رمضان ومصروف رمضان يستغلها ميسان سرماو فما مجهود قاموا به أصحاب النزول ومجهود آخر خمبي ويكالة الأسفار لكن يقعد ديما زادا مهاش كافي يمكن لو كان جينا عاملين وطلة أرخص من هكا شوية ما صرفناش عليهم برشة فلوس لو كان جيت عادنا مثلا وطلة في حالة أحسن ماديا ظروفنا أحسن لأنه تعدينا باربع سنين صعيبة راهوا يمكن كنا نجم ونعملوا أسعار خير من هكا لكن كدلك المجهود من ناحية المهانين موجود إن شاء الله جاءت التجربة يمكن مفروضة لكن أنا نظن اليوم ما عاش ما عاش مش تتفرض اليوم يوالي خيار يعني المستحسن هو يوالي خيار خاتم فماش كم مشكلة الأسوام فماش حتى مشكلة السيرفيس 530% يدوكم 23% سمحت اللي حكيوا على الكاليتي السيرفيس فماش منه يعني اليوم حتى استركتوريلا كالا حفتش الوطلة بتاعنا في غير مجمول هم مش هم أهلين بيش يقبلوا مثال قصيد هم أهلين بيش يدخلوا البوس قدام الباب بتاع الوطيل يهب التوريس ويتعدى اليوم فهم مشكلة كبيرة بتاع الناس تجي متلقاش متحط كرهابة تحطها كيلومتر بعيد على الوطيل في زنك محممات وليمعرض للضرب وليش نذكروا الأشكال اللي صار في الويكند متاع ما بين السياح التوين اللي حابوا يدخلوا الوطيل والد عاركم هما وليش وين يدخلهم وهم مساكن عندهم الحق وليش نجي عائلتي في الشمس نحطها كيلومتر بعيدا ولكن اليوم محمد علي نعرف نوع من نداء استغاثة جاية من المهنيين خاصة الوطلاجية بعد ضربة سوسا اللي خليت اليوم 73% شود دونويت 73% الوطلاج فرغين اللي بلاج فرغين دونويت اللاجية اليوم جيوا توجهوا للسائح التونسي يجيونا عاونونا سي بريسك سا معنا دونوك انا اليوم شنو نعطي المواطن التونسي السائح بش نوالي نحكي على السائح التونسي خطال اليوم فماش سائح التونسي في الجوية او تنمشي اكثر للسائح الأجنبي اللي خلص بالأورو اللي انا نجم نبيع للبيت بربعمية وخمسمية دينا دونك نفو رفع للمواطن التونسي تطفي ومالرزمان يمكن الحكاية كي ما قلت لك سار تماخر شوية وكو احنا عنا سنوات وعنا حتى ونفو ديز اجنز وفايا شفا موكرة تخصط في الساحة الداخلية وتعرفوهم يعنا بيبيستي تبدأ موجودة على بكري ونلقوها في الراديو في التلفزة فهم الناس بتتعمل في المجودة ونسبة على فكرة السوق التونسية هي ثلث سوق في تونس يمكن الناس منكم ما تعرفش رأي من قبل هي ثلث سوق صحيح هي كونسنتري في البريود متاع العطل وهذا هي مشكل خاطر نورمال إذا نحاول لبريود معناها استيفال ماذا بينا مثلا دراسة معامقة مع وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي باش نحاول كما صغير في الدول كما صغير في أوروبا مثلا ومعناها يكثروا من العطل الليبان نسميهم في وسط العام باش يخليوا يشجعوا السايح أنه يمشي للنزل وهذا فيه زوز منفعة زوز منفعة الأول أنه الوتلاجي والبروفيسيونال يقول يعطي قيمة أكثر للتوريزم لأنه يعتبروا أنه توريزم دايم مش سيزوني واثنين ينقص من الدependانس الوتلاجي برابور للتوروبراتور لأنه عنده الكباسيتين معينة تدخل فيها فلوس يعرف معاش يطيح يسر أسوامه مع العلم أنه التونسي عنده ميزة أخرى وأنه يخلص كاش ينسي وشحن الأوروبيين يخلص يخلص معاملة تلكلامسي مش نحيلك الفورو مش نحيلك هكيك بعد ساعة الظل مو بوهتين ونحن نحط شي باركونتر التونسي ينجيكت دوالرجان فري لكن هنا يجب إن بريود دابرانتساج فيما إن بريود دابتتساج مزوز جيهات التونسي يحسن في الكمبرتمن بتاعه في النزل يجب يتمتع بالفاقانس بتاعه ما يجب حاجات ما يعملون مش في دارو يتاك إزي خر يزمو يكون أليز هو جايبش عندي فاقانس معنا يرتاح ويرتاح ونحن زاد يعني تحب تقول اللي سايح التونسي موش سهل سايح صعيب موش سهل هو يعرف كنا تونسا راه احنا تونسا شو نحبو ناكلو الحاجة الباية ونحبو ماذا بينا البيت قدام البحر ولا في وسط البسين وماذا بينا شكون يتهل هنا بصغار ونحن نرقد في عقلنا وماذا بينا ندخل ناكلو بعيننا صراحة ندخل للريستوران وماذا بي نهز دنيا كل من بعد لك مالرزمو هذاك يتلوح نعطيك مثال فما نزل في مهدية كان يخرج حاجاتكم في أربعة كمين زبلة اليوم يخرج في 14 هذاك يكلو ومدير النزل يلزمو يتعودو يضحكو للتونسي يتعودو يقدمو سيرفيس به للتونسي يتعودو يفهمو التونسي شي حب معروف التونسي عندو صغيرات يحب على البيتزا يحب على الكريب يحب فما أشياء راهو هي بسيطة هي تشد اليد يشير مشكلة راهو فما كوجيني وفما سيرفيس فما مشاكل أخر تتجدد فهمت لكن يفوس البيت في انطانو نورمال تاخدو عشرة دقايق باش تتنظف مع التونسي تاخدو خمستاش عشرين فهمت فهم شوية خوذاء لكن مع هذين أكدك لهذا مش شي حكر علينا لأنه في اسبانيا أول ما بدأوا السياحة قبل اسبانيورا كان يقبلوا الانجليز والألمان اسبانيور مشوش للوطلة لما بدأوا السياحة الداخلية كانت لأمور هكاكة وبعد بشوية بشوية بمناسهم الدولة والناس كل في التوعية وفي غير كوشي حسلك وصل التوريزم اللوكالي يعمل في 40% سيكياليسي إنو اسبانيور طلعوا في الأسواة بتاعهم ولا هم عاش ديبندون هنا كنرجع مثلا كان سيمواز بودالي ضيفنا نهار جمعة وحكي على إنشاء قطب كامل ومجلس أعلى للسياحة اللي يمكن حسب نفهم من كلامك يدخل في وزير التربية وزير الثقافة وكل الناس كل لإعادة النظر في السياحة التونسية والسياحة الداخلية هو مريم ومجلس أعلى السياحة موجود لكنه مدفعش الحقيقة هو موجود مرة أخرى عشرين ألف حاجة يعني موجودة مش مفعلة نحن نرى في الكادر والستركتور دي ما عادنا لكن تفعيلها من الداخل باش إنها تولي صحب قرار وتفعل كذا ما زال نقص يجب فولنطي لحقيقة سي محمد علي ريهين على السياحة الداخلية باش نجح الموسم السنة لا لأنه منكونوا موقعيين نحن نتاو عندك برشة وطلة سكروا دي جب وسياحة الداخلية حد دهرة وآخر أسبوع من قوت بعد ناس تبدأت خامن فرانتري سكولير ومش تفرغ الوطلة سي 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 بوع ما ننساوش الاخوين الجزائريين اللي احنا ما عاملنا عليهم اللي نرمال ما منتوقعوا يمشي جيو كامناولو حتى أكثر شوية لكن نعرف اللي تزيرية ما يمشيوش للوطلة عامناول مثلا على مليون ثلاثمئة وثمانين ألف بشيو ثلاثمئة ألف السنة حتى كان يمشيو أكثر من ثلاثمئة ألف مش مشيحصوهم الوطلاجية تعرفش علش خاطر عامناول الثلاثمئة ذو ما يسيسون كونسنتري مثلا على عشرة وطلة السنة بشمشيو الخمسين وطيل ديكو كل وطلاج بقول لكم فماش نزيرية ما هو ما فهمة لكن نصن ديس بيخسي السياحة الداخلية مهمة لكن يزمها تكون مرفوقة باستراتيجيا كاملة على مستوى الكومنيكاسيون ومستوى كي ما قلتك لادابتاسيون باش تعطي الفروي متاحها في السنوات المقبلة مع العلم أنه العمل متاعنا على تنويع الأسواق وعلى أكيد حاولة أرجع الأوروبيين كل شيء ما يزموش يثنينا على العمل على السياحة الداخلية كمعنصر هام وقار في المشهد السياحي سمعنا للوياجيست ماسكوك اللي هو من أكبر وأقوى لفواياجيست تقابل مع رئيس الحكومة وعبر على مساند تول تونس والسياحة التونسية هذي مؤشر إيجابي تراه هنتو محمد علي وي نعتبره مؤشر إيجابي مكش مقتنع يسف الزيارات باهين وأكيد معنا تومس كوك ولا غيرهم وقت اللي كانوا يختموا على تونس يعملوا في برشة فلوس هذي أمور مبنية على المصالح فهمني دونك سي جونتي بارك الله فيه ماي أنا جو بريفيري يرجع طيارات التونس فهمني خطر هانا جيناكم هانا كذا بو أسمع احنا الظرف اللي متعدين به راو ظرف سبيسيال وكريتيك يعني اليوم فهمة مشكل متع ثيقة ثيقة في الأمور باش نبدو واضحين الأمنية أوروبيين هذي مثلا الانجليز عليش تسحبوا الناس بتاحهم وقالكم عجلي لأنه فهمة ضغوطات من اللوبيات متاع لسيرانس اللي هي ما يساعد هاش انه تاخذ ريسك اللي يموت في تونس راو يتكلف شحميهود هذي نفهموه لا سيرانس يعمل يضغط عليش من اللو لاحظنا كلام عند الحكومة البريطانية بعد قلب تلوم لأنه فهمة ضغوطات أخوية ميساعدني اشتبعت لي وانا مش مطمئن بعد نصرف الفلوس لا أكثر لا أقل يزم هذي الناس يفهموه ويخرجوا من السياسة كلها بزنس تخرج غضوة حي تنحى الأمور وترجع تهدأ والانجليز اللي عملوا التدقيق في الأمور الأمنية يقلوا لباس يرفع لسرار المشكلة هذا يرجع يظل اليوم الخطاب الخطاب متع السياسيين ومتع على رأس الوزارات السيادة حتى على أعلى هرم يفهمو الناس اللي حكيات كلها بزنس وحكيات الفلوس والتطمينات وهون يزم تحط الفلوس تربح الفلوس تكون في سياسة في العالم اللوبيات هي أصلا مبنية على الفلوس سي محمد علي حتى نختم اليوم نجم ونعمل للمواطن التونسي واليوم شنو إجراء والاثنين يزم هم يصير وانتو كميهنيين ووكالات أسفار بش نجح وانتن سوى الموسم من هنا لاخر ديسمبر أنا أول شي نعطي دعوة معناها للمواطنين التونسي اللي حب ويمشيو للوطل بش يمشيو عن طريق ويكادة الأسفار وانا بش قولك عليش مش على خط ني بريزيدون تعليز هاك قلتها واحد لا بش فصلك عليش يا مريم التونسي يخلصوا كاش أنا كنمشي عن طريق لاجند وياج نضمن اللي الفلوس هذيك ماشية بش خلص عليها انبوب بش خلص عليها تيفيا خلص كذا خطر البيمان مش يصير بالأسرية القانونية أنا عندي حساسية للكاش يتعدى ديريك يجب ما يدخلش في المنظومة هذا نقولو يتعدى كاش وتلايجي مسكين في الظرف اللي هو فيه تجب ما تتعدش لالدولة والمنفعة الدولة وانا نحكي مع الحس الوطني للمواطن بش يعرف الفلوس ويماشية يجب يتعدى باللاجند هذا واحد اثنين ندعو وكالات الأصفر انهم الكميسيون بتاعهم ما يزماش في كل أحوال تتجاوز 10% صحيح بشيقولي أنا حتى كنحط 15% هذا الصيف ونور وقته 18% برابور لسوم أرخ صحيح صحيح نحاول نزيد ونضحي نعرف هم عندهم خدامة عندهم كذا نحاول تكون لموين دي بوصان جانفيت نزوتلي انه الوقت قمت البراتيك دي بري البراتيشي ليس يكون أقل من البراتيش اللي عند الجنة فاشخة وقت اللي نضرب في بعضنا وذي مش بري موجود في بعض الحالات للأسف موجود زادة نستدعي انه التونسي يحاول يسوى الاس في الوطيل ويكون comportement ماتحذر صحيح ويحطي انطباع جيد ماذا بينا يفرحوا بكل خدامة لكن الضحك اللي حلوة بسات وحتى 500 فرنك تفرح كونو جينيغيو شوية مع انتهم والخدام زادة يكون بالضحك ويعبر المواطن التونس انه الخدام يسوى يفرح بولد بلاده يعنه هذا كمشو قعد له وكلمة اخيرة احنا اليوم دعوة للنس كل في تونس للوزارت كل أي إنسان عنده برنامج بتاع تظاهرة ولا أي حاجة تونس أولى تخدم في تونس في سبتمبر في أكتوبر في نوفمبر أنا قادمين على فترة صعبة وما يندب لك كان ظفرك عشيك وما يبكي لك كان شفرك مع انتا احسيي دفاع لماكسيوم دفاع تونس ميساجك لسيدة سالملو ميليو موزير تسيحة في جملة تواصل تواصل تخدم معنا بقلب ورب وتحاول لنا تفك لماكسيوم القطاع السياحي خطف قطاع السياحة قطاع مهم وهي تعرف شيئا ذي بالقدام شكرا لكسي محمد عليك شكرا لكسي